بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجدوا أن جاءهم موزر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سنعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أموزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوكوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم له ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جهود ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاب وثمود وقوم نوح وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مما لها من فواق وقالوا ربنا عدل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوذز الأيد إنه أواب إننا سخرنا الجبال معهم يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشذبنا ملكهم وآتيناهم الحكمة وفصل الخطاب وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزْعَ مِنْهُمُ قَالُوا لَا تَخَفْ قَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِ وَلَا تُشْتِطَ فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِ وَلَا تُشْتِطَ وَهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطَ إن هذا أخي له تسع وتسعون نعدة ولي نعدة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعدتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وظلن داود أنما فتناه فاستغفر ربهم وخر راقعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله له عذابه شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارك بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وأبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمل أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مهاب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أرقب برجلك هذا مرتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثله معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضرصا سضغب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليسع وذلكف وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدم مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كسيرة وشراب وعندهم قاصرة وفطر في أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاب هذا فليه يكون حميم وغساق وآخر من شكله أزواد هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إن إنهم صار النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم وأنتم قدمتموا لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فازده عذابا ضعفا في النار وقالوا لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منزر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهم العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علمي بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له مساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أن كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت معلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين